بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الأيام حملة جوز منا بدأ وجوز منا متوقع وهي في النهاية يعني حملة لتشويه صورة السلفية لأغراض و لأهداف محددة والبوادر اللي ظهرت منها الفيديو اللي طلع واحد بتكلم بيقول نحن كسلفيين إذا جاءت الحكومة الكزاء القادمة نحن حنقاتله واحد تاني كمان برضو بعلق جاي بكلام عن موضوع الاقتصاب أو علاقة الرجل بزوجته وجاب كلام طبعا قبيح جدا سيء الدجال فالمهم جملة المواضيع نحن نعلق عليها فأبدأ أولا بالتأكيد على كلام قاله شيخ مززمل في الموضوع الأول اللي هو الموضوع المقاتلة والخروج على الحاكم المسألة دي أخوانا محسومة من بدري والنصوص فيها واضحة جدا والمنهج ظاهر عند السلفيين الخروج على الحاكم لا يجوز إلا بشروط أربعة وبعضهم قال خمسة شروط ونحن منهجنا دا ما هو جاي الليلة ولا موقف سياسي دا منهج سلفي من زمن النبي عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا شروط قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان دا جزء من الشروط جزء ثاني المقدرة والاستطاعة جزء ثاني أمن المفسد الأكبر وخراب البلاد والديار وإهلاك الأموال وضياع البلد دي كل أمور يراعيها السلفيون وبالتالي نحن منهجنا كلامنا اللي كنا بنقوله زمان في الحكومة السابقة حكومة البشيرة اللي فاتت هو نفس كلامنا اللي نحن هنقوله في الحكومة اللي جاية يعني ما في شي بيتغير وله موقف سياسي عشان كده أي زول يظهر هذه الأيام زي زول اللي ظهر داك أو غيره ناس تانين اعمل عمليات تفجيرية زي اللي بيجيزوها ناس عبد الحي وغيره وبيدعو لها الشباب وبحمسون لها إنه دا سبيل من سبل الجنة تدخل الجنة طوال سريع بالعمليات التفجيرية وشغل التكفير وشغل المنهج الداعشي ومنهج الفوضى دي أي زول يظهر بالصورة دي أعرف تماما إنه دا ما بيمثل السلفيين ولو قال أنا سلفي ونحن منهجنا معروف سيب الفيديو والكلامنا اللي بنقول نحن الآن دا خليوا أرجع ورا شوف الكلام اللي نحن بنقوله زمان شنو في الموضوع دا ذاته من بدر وقت البشير في أود قوته نحن كنا بنقوله الخروج دا ما بيجوز ولو جاء الحكومة غير دي ما بيجوز الخروج دا لأنه دا حكم شرعي لا غير وقتنا لكنا بنقوله في ناس كتير ما بيفهموا للأسف يعني العبارة دي اخدوها مني كده بالحرف دا في ناس ما بيفهموا لما نتقوله الخروج على الحاكم لا يجوز يقولك التواقف مع البشير أنا ما عندي شغلة مع البشير ولم على الإنغاز ولم على المؤتمر الوطني ولم على غيره نحن بنتكلم عن حكم شرعي الحكم الشرعي دا نحن لما نقوله الآن في الحكومة دي بتكيف يقولك يا أخي ديل ما عندنا مشكلة معهم والبر بنبزونا بعد شوية يحصل إحلال ويبدال الكانوا برا الحكومة بخشوا دي والجوة بيبقوا برا البر اللي كانوا زعلانين مننا زمان كويس بنبزوا فينا دي لك بيسكوتوا والجوة المرقوا حينبزونا يعني نحن في كده الحالات منبزين نفوت من دي لك نرتاح من الكيزان دي لك كان بنبزو فينا من برا إننا نحن من دي لمرقوا قصة بتوقع بعد شوية حيقبلوا علينا الكيزان الزمان كان ساكتين ما بيزالونا الخروج على الحاكم وكده كان ساكتين لأنهم بيعتبروا الفتوى اللي احنا بنقوله اللي هي حكم شرعي وديانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبروا وكلام الأئمة ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنجاروا كلام التحاوض عقلت المسلمين كلهم الفتوى اللي كنا بنقوله دي نحن وللآن بنقوله كحكم شرعي هم بيعتبروها موقف سياسي فالموقف إذا في صالح حيقولك كويس إذا ما في صالح حيقولك ما كويس نحن لا عندنا شغل مع البقوله كويس ولا عندنا شغل مع البقوله ما كويس عندنا حكم شرعي نحن بنقوله ولا نسمح لأي زول يجي يلبس لباس السلفية ويركب ديجي مصطنع رباه في ستة يوم عشان يجي يلبس على الناس ويعتبر إنه إنه السلفي ويشوي صورة السلفية بالفتاوى المخرفة والكلام الفارغ نحن ما بندعو لخروج لا أمس ولا الليلة ولا بكرة ولا بندعو لمظاهرات ولا بندعو لفوضى في البلد ماتوا آلاك بل ملايين الناس وتشردوا بالسبب الفتاوى الحوجاء والفتاوى ذاتها ما فتاوى لا مبنية على شرع ولا على عقل مبنية على المصلحة يجي زول يطلعك بفتوى عشان مصلحته هو داري بقى حاكم عليك وداري السيد عليك بعدين الناس اللي بيدباكوا برضو تعليق ذكروا الشيخ مزمي القبيل عن اللي بيدباكوا على الشريعة دولة القانون نازل عبدالحيوسي والجماعة المعاوة كلهم بيدباكوا على الشريعة الإسلامية ويتكلم في خطبته الأخيرة ولقد ضيعوا الشريعة وضاع الدين وكلام كتير جدا انت الشريعة دي كان حريص عليها تلاتين سنة انت قاعد في البلد دي والقلم في يدك الشباب اطلعوا شباب الثورة ديل كلهم خمسطار سنة وسطار ديل ولدوهم في بطن الحكم حقكم من ولدوهم؟ من أمهات عرسوهم اتوا قاعدين والقلم في يدكم والمناهج في يدكم والإعلام عن بكرة أبيه إعلام مقروء ومكتوب ومسموع وفيسبوك وغيره في يدكم انتوا التعليم العالي كله في يدكم السغافة الإسلامية دي ممسكنا لكم جامعة الخرطوم ماسكنا أبرام عبدالحي ومحمد عبدالكريم أنا قريت في جامعة الخرطوم كان بيقررون مذكرة المذكرة ذاتها كاتبة عبدالحيوسي فالمذكرة البنقران احنا طلبة في جامعة الخرطوم من سنة الفين واثنين لحد الفين وسبعة والفين وستة كويس؟ المذكرات كانت بنا ينتوا المناهج عاملنا ينتوا الشريعة ما جبتها وانت حاكم والقانون في يدك والقلم في يدك والبلد في يدك والإعلام في يدك والحاكم تحت يدك ما جبت شريعة تلاتين سنة در تجيبها بمظاهرة وكواريك في الجامعة أسا؟ تجيبها كيف؟ يا أخي انت خليك صريح مع نفسك وخليك واضح ما تتاجر بالدين الدين انت ما رعيت فترة وجودك دي كلها ولا جمعتك ولا ما شايت قلت لهم يا أخي ونتقوا الله والمناهج دي أكتبوا فيها التوحيد ده جوه التوحيد ما رقوا انت قاعد فصول من باب أبواب من كتاب التوحيد كانت في مغررة سنة ثالثة وفي سنة ساتة ابتداي ما رقوا انت قاعد جاي تبكي على الشريعة الليلة تبكي على بمظاهرة وانت انت العلماء ذاتكم هيئة علماء السودان ما سيكمنو مواسكنا انتو ديل ما سيكمنو غيركم مجمع الفغي كم ما سكمنو ما انتو ديل ذاتكم شريعة إسلامية تلاتين سنة انت ما اشتغلت بي ولا راعت يوم جاي الليلة تبكي عليها ودرت يجيبها بمظاهرة وكوارك في الشارع وانتو خنتوا الشريعة الإسلامية يا اخي ما تكذب وتلفوا تدور على الناس خليك انت صريح انت قول أنا دائر أحافظ على مصالحي وحافظ على برنامجي في البلد دي بس لكن ما تجد قولينا دائر الشريعة الإسلامية وقلت الشريعة الإسلامية شوفتك انزحيتوا مننا بأيد الأخوان المسلمين والجماعة بتعينكم دل كلكم انزحيتوا من دعوة لي ومن أي شي لأنهم تدعو لها غلط تدعو لها للمصالح نحن قادرين نناغش الشيوعين والعلمانيين من أولهم لآخرهم كلهم نحن قادرين نناغشهم ونقارعون الحجة لأنه نحن صفحتنا بيضاء ويدنا بيضاء ما نوسنا يوم من الأيام بسياسة ولا بأموال الناس ولا عندنا شغال معهم فدي نقطة برضو الدجال داك بتاع الفتيحة جايبين انه بتكلم في فيديو وده كمان عامل فيها بيرود على ناس الحرية والتغيير قال لده الدستور ومالدستور وجايبين فيه مواد وهو بيعتبر انه المواد يعني حسب كلامه انه مواد المرأة بترتفع على الراجل وممكن بمزاجة يعني لو دعاه زوجة بكلام فاحش جدا في الاتفاقية قالوا إذا كان المرأة عبت لزوجها واليوم دا قالت ما عندي مزاج تعال يا عبد الحلاف ماجحة ليه مزاج الليلة بافي يا بنت انه ده بحتلت بروش وفي عقد جبنا فيه ماجون وابوك شاهد اسمه عقد بتاع النكاح انا جاي بيش نأكلك انت دا تلعب عليكم هنقول دينا بلانان خلافات معظم قطعوا العلمانيين ولافين بيو دا يقولوا للناس انه دا الإسلام بيعمل المرأة بالطريقة بكلام الزوج دا وهو داك لا دين لو عقل والقاعدين قدامه دا اللهم الرحمة ربك عبارة عن بهاهم دا اللهم مخالي يركبوها اليهم والواحدة صرموا بي لجام دا العبارة عن بهاهم القاعدين بيضحكوا تضحك على شنو انتا هل دا تعامل المسلم مع المرأة بالطريقة دي؟ يخذي طريقة وحشي طريقة بتاعت بهاهم عبارة عن بهيم المرأة انت تطلعها تدعمل معها تعامل التعامل من لا عقل له الاسلام ما فيه كده والناس اللي بتتخيل انه انه هما قنصوا لهم يعني ضربة للاسلام من خلال كلام الزوج لا يعرفوا انه دا كلام بتاع انسان سيء الخلق وسيء الطبع وكلامه السيء معروف من زمان ان ما نبذوا منه يا خليل الصحابة رضي الله عنهم اساء لهم اساء بالغة وغير مساء المساء في العقيدة اساء للصحابة حتى في الأمور الأخلاقية اساء بالغة جدا للصحابة ما سلم منه اي انسان عشان كده ما في زول يجي حاكم المنهى يستره بكلام الزول دا دا انسان لسانه غزر وسيء ومعاملته ديء يا اخي مفترضه يتغي الله ويحترم نفسه يا اخي زوجاته بيسمعوا في الكلام دا واهل زوجاته بيسمعوا في الكلام دا ما الواحد غاد يتخيل انه يدعمل مع أخوتهم بالطريقة دي ما عنده اهل يا اخي انت احترم نفسك يا اخي دا دول كبير اتقى نفسك صغير سن ما عندك يا اخي مركب اللين مركبين لك بيفوق ومرقع بجاي ومرقع كلك يا اخي انت احترم نفسك يا اخي انت ما قادر الكلام اللي بيقوله دا كلام بتاع اولاد صغار ذاته يا اخي عندك اهل وعندك نسابة وعندك اولاد اولادك رجال كبار قاعدين في الجامع يعني ما اقول يقوله زولة كان مدعاول معهم مرة بالطريقة دي طريقة وغيحة جدا لا يمكن تقبل مرة وده لو شعلوا العلمانين ومشوا بيفرحوا به لكن طبعا وده بمثل الدين فالمرأة في الاسلام لا احترامة ولا تقديرة والامور دي عندها نظامة نظامة المحترم اللي ما يوجد حتى في النظمة العلمانية كلها العلمانية نظامة دين نظامة دجال دا ذاته ديالك نظامه نظام بتاع بهايم المرأة ممكن تسوقها في الشارع والدار تسويه تسوي معها فيش شارع الله دا برا امشوا الدول العلمانية ديالان في الشارع برا عينك يا تاجر ولو في زل سالكم بتجي الشرطة بتحاسبه دي ما يالبهيمية بتاع داك ذاته اخير داك بيدخيله دوه وده يلبي مرقوه برا وكلهم في النهاية تعامل قبيع وسيء الاسلام احترم المرأة واحسن ليه واكرم غاية الاكرام ووضع للامور دي ضوابط وقواعد والله انا كلامه دا يعني لو دار اناقشه ممكن اناقشه بالتفصيله حتة حتة لكن كلامه مشكلة ما بنقال دا كلام قبيع انت متجر تقوله ذاتك شانت اناقشه واحدة واحدة فعلى اي حال يا اخي ازول دا خليه احترم نفسه يا اخي وكلام فارغ زي دا تاري ما يقوله صلي لهم على نبينا محمد وعلى الله وصحبه سلم